اتهمت وزارة الإعلام الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء جثامين الشهداء المحتجزين لديها وهي السياسة التي تتبعها تل أبيب منذ العام 1948 فيما يعرف بمقابر الأرقام وحزب تقرير رسمي نشرته الوزارة اليوم فإن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات بجانب 256 شهيدا في مقابر الأرقام ويحتجز الاحتلال جثامين 13 شهيدا منذ بداية العام الحالي بينهم سبعة شهداء ممن ارتقوا بداية من إبريل الجاري وأشار تقرير وزارة الإعلام الفلسطينية إلى اتخاذ الاحتلال لاحتجاز كوسيلة لابتزاز أهالي الشهداء مؤكدا أن تلك المقابر تفتقد للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات كما أن الطريقة التي يتم فيها التعامل مع الشهداء الذين يدفنون فيها تبدو مهينة وتمس كرامتهم إذ يدفن أحيانا أكثر من شهيد في الحفرة نفسها وربما تضم الحفرة شهداء من الرجال والنساء ويخالف احتجاج جثامين الشهداء معاهدة لاهاي لسنة 1907 بشان قوانين الحروب وأعرافها واتفاقية جينيف الأولى التي تلزم الدولة المحتلة بتسليم جثامين الشهداء لزويهم ودفنهم مع المحافظة على كرامتهم بحسب معتقداتهم الدينية حول هذا الموضوع مشاهدين الكرام تنضم إلينا عبر الإنترنت من رام الله أو ينضم إلينا سيد نداء يونس مدير عام الإنتاج السيدة عفونا سيدة نداء يونس مدير عام الإنتاج الإعلامي والعلاقات العامة بوزارة الإعلام الفلسطينية سيدة نداء أهلا بك معنا على شاشة الجزيرة مباشر قضية سرقة جثامين أو أعضاء جثامين الشهداء لعلها من القضايا التي لم تكن مطروحة بقوة على الساحة نحن تحدثنا عن جزء منها فهل لك أن تشرحي لنا الأمر وخطورة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في هذا السياق أولا تحية لكل مشاهدين ومشاهداتنا في ظل التصاعد العنيف للأوضاع وهجوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقوات جيشها ومستوطنيها على الأقصى وعلى المواطنين الفلسطينيين والذي أدى أيضا إلى احتجاز جثامين لشهداء منذ بداية هذا العام وحتى اللحظة ما أشرت إليه كموضوع هو جزء من تقرير أصدرته وزارة الإعلام الفلسطينية اليوم كجزء من حملة من حملة إلكترونية رقمية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذا وجه واحد يتعلق باحتجاز الأجساد كاملة وليس قضية الأعضاء فقط نحن نطالب بالإفراج واسترداد هذه الجثامين نحن نطالب بإثارة هذه القضية كقضية إنسانية ونشير إلى أنها عملية غير أخلاقية مهينة وتتناقض مع كرامة الفلسطيني حياة وميتا كما أنها تخالف القوانين الدولية وأريد هنا أن أشير إلى منظومة من القوانين الدولية التي تخالفها هذه الممارسات الإسرائيلية تنتهك المادة 12 البند الثاني من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتعلق بالشعوب الأصيلة تناهض قواعد التعامل مع جثامين قتل الحروب التي نص عليها قانون الدول الإنساني العرف تنتهك هذه الممارسة عدة حقوق يحميها قانون حقوق الإنسان الدولي ومن ضمنها حضر كافة أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة وغير الإنسانية تمثل سياسة احتجاز جثامين الشهداء وفرض شروط مقيدة على مراسم التشريع عقوبة جماعية تحضرها القوانين الدولية نحن نحكي عن تحديدا في القدس 10 ألاف دولار ينبغي على العائلة أن تدفع لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لدى تسليم الجثمان يدفن في منتصف الليل وبحضور عدد قليل من الأقارب ومباشرة بعد التسليم بحيث لا يتسنى للجانب الفلسطيني ولا للسلطات الفلسطينية أن تقوم بفحصه ثم أن احتجاز الجثامين ورفض السلطات الاحتلال الإفساح عن مكانها يرقى إلى تعريف جريمة إخفاء قسري والواردة في الاتفاقية العالمية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إذن نحن نتحدث هنا عن منظومة قوانين دولية كاملة يتم اختراقها وعن سبب إسرار وترصد أما من ناحية أن هذا الموضوع جديد لا هذا الموضوع ليس جديدا وأود هنا الإشارة إلى مجموعة من المعالجات الإسرائيلية والدولية التي تناولت موضوع الجثامين وسرقت أعضاء الشهداء أبدأ في البداية مع مع إيرا فيس الطبيبة الشرعية وعالمة أنثيربولوجيا الإسرائيلية التي أعدت كتابا أصدرته بعد الانتفاضة الثانية يعني بمطلع القرن بعنوان على جثثهم الميتة والتي تقول فيه بأنها رأت نفسها عملية سرقة أعضاء يعني الشهداء الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم في معهد أبو كبير للطب الشرعي نحن نتحدث هنا عن أيضا مقابلات مع أعضاء أو أطباء في معهد أبو كبير للطب الشرعي قابلاتهم الباحثة التي قامت باحث ميداني مطول والذين وصفوا تلك الأيام التي كانوا يسرقون بها الأعضاء بالأيام الجيدة نتحدث هنا عن تصريحات لهذه الطبيبة الباحثة التي قالت بأنه لا يمكن لأناس غير مهنيين أن ينتبهوا لنقص الأعضاء قالت بأن الأطباء الإسرائيليين يقومون بعد امتزاع الأعضاء بوضع مكان القرنيات أشياء بلاستيكية مثلا بأنهم يأخذون الجلد لرفض بنك الجلد الإسرائيلي وهو أكبر بنك جلد في العالم يقومون بأخذ الجلد من الظهر حيث لا ينتبه العائلة أثناء التسليم لفقدان أجزاء من جلد الظهر هناك تصريحات صادمة وزارة الصحة الإسرائيلية أرسلت لقناتكم كتابا سابقا في فترة سابقة قالت فيه بأن هذا كان يحدث اليوم يأخذون موافقات ولم يوضح التقرير أو الكتاب الموجه من وزارة الصحة الإسرائيلية فيما إذا كانت هذه الموافقات يتم تحصيلها عن طريق المحاكم الإسرائيلية أو عن طريق وجهات عسكرية أو أمية أو إدارية أو سياسية في عام 2001 صلت الصحف السويدي دونالد بوسترون الضوء على قيام إسرائيل بسرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين ومتاجرة بها هذا الأمر أدى إلى استهداف الصحفيين السويديين وإلى أزمة دبلوماسية صحيفة هارس في 27 فبراير 2016 قامت بنقل عن مصادر في الجهازين القضاء والأمن الإسرائيلي قولهم أنه لا توجد معلومات حول قسم كبير من جثث الشهداء التي فقدت يعترفون بفقدانها نقول أيضا بأن هناك عملية دفن غير منظمة لهذه الجثث وفقا لما قاله هؤلاء المسؤولون وأيضا بأن شركات خاصة تقوم بجزء من المهمة وأنها قامت بإطلاف جزء كبير من المعلومات والأوراق المتعلقة بهذه الجهازين سيدا نداء الأعضاء التي تسرق من جثامين الشهداء الفلسطينيين هل تباع مسألة تجارية من قبل الاحتلال الإسرائيلي أم يعني يعوض بها لقوات لجنود الاحتلال الإسرائيلي المصابين ما الذي يحدث لهذه الأعضاء المسروق وفقا لمائرة فيس نعم يتم استخدامها لزرعها في أجساد جنوب إسرائيليين ولا نعلم أيضا فيما إذا كانت تذهب إلى مدنيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي أما تقرير شبكة السين أن الأمريكية الذي نشر في عام 2008 فقط أشار إلى أن كشف النقاب عن معطيات جاء فيها أن إسرائيل تعتبر أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني وكشف عن تورطها في جريمة قتل فلسطينيين بهدف سرقة أعضائهم الداخلية والاستفادة منها بشكل غير شرعي والإتجار بها ضمن شبكات دولية وبشكل غير قانوني وأن دولة الاحتلال هي الدولة الواحية التي تحتجز من الشهداء وتنتهج ذلك كسياسة في مقابر الأرقام وفي ثلاجات أيضا حيث أن هناك 105 شهداء يتم احتجازهم في ثلاجات في درجة حرارة ناقص 40 تحت الصفر ويتم تسليمهم إلى دويهم ودفنهم مباشرة إذن نحن نتحدث عن تقارير دولية تناولت هذا الموضوع وعن تقرير شبكة CNN أيضا إضافة إلى مئيرا بايس وإضافة إلى تقرير لها آرس عن فقدان كثير من الجثث أيضا إلى تقرير للقناة الثانية الإسرائيلية ناقص في عام 2015 في مقابلة مع هاس يهود هاس رئيس معهد الطب الشرعي الإسرائيلي الذي اعترف أيضا بسرقة الأعضاء واستخدامها الجلد يذهب إلى بنوح بنك الجلد الإسرائيلي لعلاج تشوهات حسب ما يقولون الجنود نحن لا نعرف لا نتلك داتا وأيضا إخفاء المعلومات حول الجثث وحول كيفية التصرف بالأعضاء يرقى كما قلت في بداية المقابلة إلى جريمة الإخفاء القصري للمعلومات حول الجثامين وحول أشخاص مفقودين في طار الحلو غير سرقة الأعضاء هم أيضا يحتجزون الجثامين بشكل عام 256 شهيدا في مقابل الأرقام احتجاز 105 شهداء ما الهدف من وراء احتجاز الجثامين غير مسألة سرقة الأعضاء سيد النداء يعني هذا جانب الجانب الآخر هو أنها ورقة تفاوضية تستخدمها دولة احتلال الإسرائيلي كما تستخدم الأسرة وكما تستخدم كثير من المحددات في أشياء الفلسطيني والقضايا والثوابت المختلفة كون الشعب الفلسطيني تحت احتلال وكونه لا يمتلك وسيلة للدفاع عن نفسه ويخضع لإملاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي في كافة مراحل العمليات التفاوضية من أجل التحرر والاستقلال ويعني نايل الحرية نحن نتحدث أيضا عن الآثار النفسية على عائلات الشهداء هناك عقاب جماعي وهذا مخالف للقانون الدولي إسرائيل تنتهج العقوبات الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني هذا الأمر لا يخفى على أحد أمهات الأسرة وهذا جزء من الهدف من هذه الحملة الإعلامية تسليط الضوء على أمهات الأسرة وأباء هؤلاء الشهداء الأسرة أيضا أود أن أشير أن هناك ثمن أسرة محتجزون في مقابر الأرقام وفي ثلاجات الاحتلال يعني ارتقوا في أثناء أسرهم أيضا لم ينجوا أحياءا ولم ينجوا أمواتا من أن يتم احتجاز أجسادهم هناك سيطرة هناك سياسات بيوحيوية تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي على جسد الفلسطيني حيا وميتا نحن نتحدث عن أيضا إضافة إلى العقوبات الجماعية إضافة إلى إحداث أثار العقوبات الجماعية وأثار نفسية على العائلات استخدامها كأوراق تفوضية أيضا الإفادة من الفلسطيني كأعضاء وكتجارة أعضاء نحن نتحدث عن معطيات صادمة بكافة مدولاتها أرقام صادمة عن تصريحات لمسؤولين إسرائيليين صادمة عن أبحاث أجرية من جانب إسرائيلي ومن صحيحين دولين صادمة نتحدث عن أثار نفسية صادمة جدا الموضوع صادم وكارثي للحقيقة بالطبع سيكون لنا متابعة له مرة أخرى لكن أشكرك على كل هذه المعلومات السيدة نداء يونس مديرة عام الإنتاج الإعلامي والعلاقات العامة بوزارة الإعلام الفلسطينية كنت معي عبر الإنترنت من رام الله شكرا جزيلا لك